ارتياح اوروبي وغربي بشكل عام ازاء هذه الحزمة الامريكية من المساعدات لأوكرانيا الى اي حد هذه الحزمة ستضمن لكييف استعادة زمام المبادرة برأيك اعتقد ان هذه الحزمة ستسمح لأوكرانيا بالمقاومة ولكن لست مقتنعا تماما بان هذا سيسمح لها بالانتصار في الحرب الاوكرانيون الاوما يعتبرون بانه للنصر في الحرب او الانتصار في الحرب ينبغي استرجاع الاراضي ولكن ربما هذه لن تساعدهم في ذلك ولكن ربما نعم يمكن هذا ان يؤخر او يبطئ الهجوم الروسي اذا هذا بطبع شيء ايجابي وربما يمكن ان يذهبوا الى المفاوضات حين يصلون في ظروف افضل ولكن بحلول ربما في الف واربع عشرين ربما لن تسقط اوكرانيا وفي الفين وخمس وعشرين اذا تم انتخاب ترامس يغير الاشياء وسنرى ما اذا كانت هناك حزمة اخرى ستعطى السنة المقبلة ولكن كما قلت ليس مؤكدا بان هذه الحزمة ستسمح لأوكرانيا بالانتصار ستسمح لها بالمقاومة وربما بالصمود وان لا تتهاوى ولكن طبعا عدم التهاوي لا يعني الانتصار هذه الحزمة من المساعدات كما قلت سيد بير بانها ستسمح لأوكرانيا بالمقاومة ولكن ماذا عن الحزمة الاوروبية يعني اوروبا هي ترحب لكن ماذا عن مسعيها ايضا تجاه والتزاماتها تجاه اوكرانيا الاوروبيون في وضع ربما يعد مشكلة اكثر من الولايات المتحدة لسببين اولا لان ليس لديهم نفس القوة الاقتصادية طبعا الولايات المتحدة يشهدون نموا كبيرا والدول الاوروبية معظمها تشهد نموا سلبيا او حتى ربما في حالة ركود وهناك انتخابات في البرلمان الاوروبي التي ربما ستعزز ربما التيارات المعادية لمساعدة اوكرانيا ولكن مساعدة اوكرانيا بالاموال هذا سيسمح بان يساعدها مثلا في الدفع الاموال للموظفين وللجنود والجيش ولكن ايضا شراء الاسلحة وهناك مشكلة اخرى وهي ان اوروبا ليس لديها اسلحة قوية مثل الولايات المتحدة لذلك اوروبا في وضع ربما هش اكثر وهذه الحرب ايضا تدور في القارة الاوروبية لذلك نرى الان هذه المعضلة الامريكيون طبعا هم المتقدمون اكثر في الملف الاوكراني وبالنسبة اليهم هذه ليست اولوية وهم ليسوا منخارطين ولكن هم الذين لديهم نفوذ اقتصادي وعسكري وسياسي وديبلوماسي اكبر على كل المستويات اوروبا تتبعهم ولا يمكن الا ان تفرح بما حدث وربما نفسها ستزيد الاموال التي تقدمها الى اوكرانيا ولكن بحدود معقولة لانه كما قلت تلك الوسائل الاقتصادية اقل وهناك شعوب في اوروبا لا تفهم بان اعطاءنا الاموال لاوكرانيا باننا نعطي الاموال لاوكرانيا ولكن نحن نعاني في مجالات مثلا في فرنسا عشرة مليارات يورو اذا دفعناها سنسحب هذه الاموال من التعليم الوطني في فرنسا اذا كيف يمكن ان نقنع الناس باننا نساعد اوكرانيا ومن جانب اخر لدينا نظام المستشفيات الذي لا يعمل جيدا في فرنسا والتعليم الوطني لايس جيدا والقضاء والشرطة لدينا العديد من المجالات التي ليس الناس راضين عنها اذا هذه هي حدود الاتحاد الاوروبي في ذل الصعوبات المالية التي واجهها الاتحاد الاوروبي تحديدا يعني لماذا الذهاب الى الدعم العسكري اليس من الاجدى هو الذهاب الى مفاوضاته كان هناك حديث عن مفاوضات جونيف لتعزيز السلام في اوكرانيا اليس هذا هو الطريق الاسلم للجميع اذا تبعنا طبعا طريقة الوقعية السياسية فنعم لانه نعم ستكون هناك مفاوضات في المستقبل ستحدث ربما في 2025 ربما 2026 ولكنها ستحدث نعم وكما قلت المعضلة هو انه اذا استمررنا في الحرب واستمررنا في مساعدة اوكرانيا فسنصل الى ربما موقف مفاوضات ويكون وضعنا ليس ملائما لان روسيا ايضا قد قدمت اراضي اوكرانية اخرى ولن تردها ربما ولكن لماذا هذا الوضع غير الواقعي او الموقف الغير واقعي للغربيين لانهم لا يريدون الاعتراف باخطائهم الاستراتيجية ولا يريدون الاعتراف بانهم اخطأوا وبانه في نهاية المطاف في المفاوضات سيدركون بان تلك هزيمة لان النموذج الغربي ليس قويا كما يعتقدون وهذا هو على المحك في حرب اوكرانيا واعتقد ان الكثير في الامريكيين من صناع القرار وفي اوروبا انا اسف ولكنهم يسخرون من اوكرانيا وربما لا يكترثون اذا كان هناك قتل كثر في اوكرانيا طبعا ما يهمهم مصلحتهم طبعا مصلحتهم هي بيع الاسلحة وايضا الاستمرار في القول بان اوروبا هي القطب الاقوى والغرب ايضا مع الولايات المتحدة مع كندا طبعا هم القطب الاقوى في العالم ولا يريدون ان يفقدوا هذا الوضع ولا يريدون الاعتراف بانه يمكن ان تكون هناك قوة تجابه هذه القوة الغربية سواء كانت روسيا او الصين او دول اخرى اذا كما قال الرئيس ماكران الرئيس الفرنسي لا يمكن ان نوافق على هزيمة اوكرانيا لان هذه ستكون هزيمتنا ولانه بعد ذلك ربما روسيا لن تتوقف هناك انا طبعا لست موافقا على هذه النقطة ولكن نعم سيكون هزيمة للغرب والغرب لا يريد الاعتراف بهذا الغرب يقول انه الاعظم والاقوى في العالم من خلال ذراعه العسكرية الناتو اذا هزيمة في اوكرانيا ستكون هزيمة للناتو لان هذا سيعني باننا قدمنا مئات المليارات من الدولارات لاوكرانيا ولكن لماذا للا شيء وعلى ذكرة لهذه المساعدات العسكرية سيد بير اسمح لي على المقاطعة الخارجية الروسية قالت بانه هذه المساعدات العسكرية من بينها لاسرائيل ولطايوان ولأوكرانيا ستفاقم الازمات العالمية اكثر وبالتالي الا ترى بانه هذه المساعدات ستزيد من معاناة الناس ولن تجد اي حلول في الافوق طبعا هذا ليس خطأا تماما فهذه المساعدات لا تعطي منظورا سياسيا ينبغي ان نكون واقعيين بالنسبة للشرق الاوسط مثلا نعلم جيدا بانه فيما يخص قضية فلسطين هناك حل سياسي واحد وليس هناك حل عسكري الاسرائيليون لا يمكن ان يستمروا في القضاء على كل الفلسطينيين في غزة في وقت ما ينبغي ايجاد حل ما اما فيما يخص تايوان القضية نفسها فلا يمكن ان نواجه الصين وينبغي ايجاد شيء ما واما هنا في اوكرانيا فالامر واضح اكثر ليس هناك حل عسكري هناك فقط حل سياسي ولكن هذا الحل السياسي هو ما اقترحته اتفاقية مينسك في 2015 والتي فرنسا والمانيا كانت طبعا ضامنتين لها ولم تفعل شيئا والرئيس اولاند الرئيس الفرنسي الاسبق اعترف بذلك بانه تم وضع فخ بالنسبة له وايضا المستشارة الالمانية فهما اعترف بانهما لم يريد تطبيق اتفاقية مينسك التي كانت الافضل لاوكرانيا اراد طبعا تسليح اوكرانيا ومواجهة روسيا بتضيع الوقت واتفاقية مينسك كانت افضل حل كانت بان الدومباس يبقى اوكرانيا ولكن مع حكم ذاتي والقرم روسي وخاصة لا يمكن ان تقام قواعد عسكرية في النيتو او ان توقف عن الاقتراب التقارب بين النيتو واوكرانيا وهذا ما طلبه بوتين من الغربيين ولكن هذا لم يطبق شكرا جزيلا لك سيد بير بيرتلو الخبير في الشؤون السياسية والامنية كنت معنا من باريس شكرا لك